فعليات رياضية كمان مستمرة في مهرجان العالمين هنروح لسباء السيارات اللي أبهر الجمهور على مدار الأيام اللي فاتت خاصة مع مواهب مصرية بنشوفها في مجال السيارات واللي هتكون بداية أو كده نوال شباب مصري نابغ في المجال ده عشان كده هيكون معنا خالد علي منصق جروب رحالة بمهرجان العالمين الجديدة واللي هيكلمنا أكتر عن الفعالية وأواخر مستجدتها يا مسائل فل عليك يا خالد النور طبع بنتي على الجمهور الجميل دوتوا الفعالية الرائعة المهرجان العالمين حكي لنا عن رحالة جيرز كده أكتر أتحرك هو رحالة جيبرز أنا كلم بمكتصر كما كلام مكتصر عن رحالة جيبرز طبعا هي مش جيرز هي رحالة ايه رحالة جيبرز اه اوكي يعني ايه هو جروبة متعلقة برحالة ومتعلقة بسيارات الجيبرز هي جاية من رحالة جيبرز يعني يعني نوع معين من السيارات اللي هي الفور باي فور نوع معين من السيارات اللي هي الفئة الفور باي فور للعربة الجيبرز اه مختصرا وفيه كده حضرتك احنا كجروبة رحالة جيبرز طبعا احنا ما بقناه كتير او في التراكيج ان احنا الجروبة قلو سنة اه بدأنا فكرة الرحالة جيبرز كفكرة بين شباب كده عندهم هواية الرحالة تطلع على الصحراء او التجمع السيارات السيارات اساقية الكلام detta كله يمكنني نكون اشترقنا قبل كده اه من الفكرة دي اه بدأنا انحنا نحط ان اه حط رجلينا بقاك كاككك كرياضة استيارات اللي هي الا الفئة اللي هي اللي هي الفور باي فور يمكن أن اشتراكنا قبل فعالية مهرجان العالم عالمي يمكن كان هناك سباق في رأس الحكمة يمكن كان حاجة كبيرة بردو قدرنا أن نخلاله نسبة نفسنا كشباب مصريين عايزين نوصل صورة حلوة عن رياضة السيارات وفي نفس الوقت بردو ندعم الرياضة في مصر من خلال اللي احنا ندر ونوجه رسالة بإني لقى جماعة الشباب المطري موجود هنا وبيدقل صورة كويسة جدا للعالم كله إيه إيه يعني خليني أقول الأجواء اللي كانت موجودة في العالمين والبطولة حكي لنا عنها أكتر حب أعرف كده تنقل لنا الأحداث كأننا كنا هناك معاك بس هاريك والله كفكرة إن أنا أنقلك الأحداث اللي كانت موجودة يمكن أنا ما كنتش أحد التصادقين بالنسبة لأعضاء جروب رحالة جبر بس أنا كنت معيش معهم الأجواء يمكن عايز أقول لك الإصارة كانت جمزة جدا لأن المنافسة كانت شارثة جدا بين فرق مصريين على أعلى مستوى من السواء للطائرات الرياضية والأخص الدفع الربيع للفور باي فور بس أقدر أقول لك أنه كان تمثيل مشارث جدا طبعا في مهرجان العالم على مين قدرنا من خلاله إن إحنا كجروب رحالة جبرز إن إحنا نوصل صورة حلوة أو نوصل فكر يعني عايز أقول للناس إن رحالة جبرز بس ميش بيدعم كشة النشاط الرياضي لأ ده في مجالات ثانية برضو إحنا نقدر من خلال إحنا نوصل صورة كويسة للعالم كله لا بالنسبة للموضوع لا طبعا كمصير جدا عايز أقول لك الطاقة اللي كانت موجودة وسط المتسابقين والإصارة اللي كانت موجودة لا يعني أنا مش أقدر أوصل لك طبعا الشعور اللي كان موجود أنا عجبني أحنا شوفنا دلوقتي على الشاشة مع بعض التراك كان عامل إزاي وعجبني قوي يعني أنا متخيلة يعني ريسرز وهم أو المتسابقين وهم بيسابقوا يعني الموضوع حماسي قوي لو زميلنا يعوده تاني إيه هو الفكرة كلها بأن طبعا السباقات اللي بتاعة الفور بايتور طبعا بتبقى مختلفة شوية عن السباقات العادية لأن الحرك بتتعامل مع السيارات بتبقى لها تكنيك خاص السباقة وليها تجهيزات مختلفة طبعا عن بقية السيارات الثانية لأن طبعا بيبقى التراك بتاعها بيبقى طاف شوية ما بيبقى سهل يعني طبعا كان بيبقى فيه تجهيزات كبيرة قبليها بالتم كتأهيل متسابقين كاختبار للسيارات اللي طالعة اللي هتشابه في السباق دوات لأ يعني الموضوع الصعب وقالش يعني محتاجنا حركتب إذبيا الربيع عشان تحسي الشعور اللي أنا عايزة أو أقول لك فلأ يعني الموضوع كان خوف أقوله فعلا الموضوع كان مشير جدا يعني وبين قوي على فكرة أدرنالين راش رهيبة أحكي لي هاي كان فيه جنسيات مختلفة مشاركة في السباق؟ والله بالنسبة للجنسيات اللي كانت موجودة لأ يعني أغلبها كان مصريين بس طبعا كان فيه فرق دي طبعا بتمثل مصري تكون كان بتمثل مصري السباق الثانية في دولة العربية مصريية كان الطابع المصري هو اللي كان مسيطر على الجروب الفور بيفور أنا بشكرك يا خالد علي مناصق جروب رحالة جيبرز من مهرجان العالمين الجديدة والسباق اللي كان في الحقيقة يعني كله أجواء حماسية زي ما شفنا مع بعض دلوقتي